ازايكم يا شباب عاملين يا رب جنو خير ده شابتر فور في مادة الادفيرتايزنج بعنوان ادفيرتايزنج از اه كومبينكيشن تول في الشابتر ده هنقول ازاي ان احنا ممكن نستخدم الاعلان كأداة توصيل او اداة اتصال ما بيننا وما بين الجمهور اللي احنا عايزين نعمل له التارجد تمام ازاي ان انا استخدم المسج بتاعتي والاعلام بتاعي في ان انا وصلهوله بطريقة سهلة شابتر بتاعي بسؤال ازاي كومبينكيشن تول ايه هو كاعدات التصوات ببدأ اقول ان هو يعتبر هو شكل من الاشكال يعني هو شكل من الاشكال اللي انا بتصل بها مع الجمهور العام او الجمهور الخارجي بان بيبدأ يقول ان هو ايجوال ايوان سايد بيبقى من جانب واحد وتبقى هي الشركة يعني لاما المشتري او المشتري او المستخدم المحتمل انا ببدأ اعرفه بالمنتج بتاعي او ببدأ عرفه بالبراند او ان انا بقنع ان هو يشتري المنتج بتاعتي في عالم عرف الادفورتايزنج اسمه بوف قال لن الادفورتايزنج زا يعني ببدأ يقول لي ان هو الاعلان ده اتصال غير شخصي للمعلومات المدفوعة عادة وعادة ما تكون مكنعة بطبيعتها حول المنتجات او الخدمات او الافكار مكبر رعاية محددين من خلال وسائل الاعلامي المختلفة يعني انا بقول انا عايز اعمل اعلان تمام هتكلم فيه مع المستهلك بتاعي حلو انا ببقى دافع الاعلان ده او بختار اسبونسر معين هو اللي يعرض للاعلان بتاعي طيب كمان بيبدأ يقول لي ان الادفورتايزنج برضو يعني بيبدأ يقول لي استخدم كادات اتصال مهمة للترويج للسلع والخدمات التجارية ممكن كمان انا استخدمه فيه بيبدأ يقول لي انه او بيبدأ يقول لي انه يعني بيبدأ يقول لي ان مشي الاعلان عشان انا انا ممكن اعمل اعلان مسلا بيبقى الشرط ان انا عايز اعرج منتج او اعرج خدمة او الكلام ده كله زي ان انا مسلا عايز اعلمهم ان انا ممكن اعمل اعلان بغرض التعريف عن الامال الخيرية على حاملات التوعية ومش شرط المنتج زي مسلا الاعلان اللي عمله محمد صراحي انطقم مخدرات اعلان بقول لك مسلا اه كهرباء الحيونات الكلام ده كله كمان بيبدأ يقول لي ان الادفورتايزنج يعني بيبدأ يقول لي ان الاعلان عادة او نوع ان الاعلان اكثر فعلايا مع المنتجات اللي ممكن تبينزع المنتجات الممثلة يعني بيبقى بيقول لي ان الادفورتايزنج انا الاعلان بتاع بيبقى مهم لو انا مسلا في شركتين بيعملوا نفس المنتج زي كولا وبيبسي تمام الاعلان هو اللي بيشد الناس للمنتج او ده مسلا تلاقي بيبسي مرة جابت صلاح اباب مرة جابت مش عارف ايه بتلاقي كولا جابت معرفش بوبة جابت مين المهم انه هي بتجيب ناس مسلا تعرفهم ان ان انت تعمل different between او او product that can be different تمام? ان انت عايز تفرق بين كل نوع. حلو. من خلال ان انت بتعمل ستة حاجات اللي قال عليهم تم اجلوف قال ان انت مسلا ممكن تعمل الاول حاجة صورة الشركة تعرف الناس بصورة الشركة تعرفهم باسم المنتج يعني ان انت كمان تبدأ خدمة الاعلام بدلا من المنتج انت ممكن تعمل اه اعلان الخدمة مش للمنتج بس. وكمان الاعلام من شركة الاخرى تمام? ان انت تعمل اعلام من شركة الاخرى تمية ان انت بتميز بيبسي انا ععمل اعلان عشان اميزه عن ككلة تمام? اعرف الناس ان انا ممكن جايب وجايب مسلا شخصية مرموكة او شخصية اللي كنا بقول عليهم الناس اللي هم بيبقى لهم كلمة مسموعة تمام? وعندي كمان الاعلان التعاوني اللي هو اللي هو где ادفايز اه ادفرتيزنج. اللي هو ممكن تلاقي مسلا شركتين بتعاونوا في اعلان او بجيب اه مش شركتين كمان ممكن مسلا شركة زي بيبسي بتجيب ميسي وصلاح ومش عارف مين معهم تاني بيعمل اعلان. ها دي تلات ناس تلات اشخاص بيعملوا اعلان لشركة واحدة. وكمان انت ممكن تعمل اعلان اه الاعلان من الخدمة العامة ان انت مسلا تعمل اعلان تعرف فيه الناس مسلا ان في اه زي اعلان مستشفى بحية اعلان مستشفيات جامعية رسالة مستشفيات السرطان ايه كلام ده كله. بيبدا يقول لي ان الشركة هي اللي بتختار ازا قام بنيتشوز زا ميسو زا كوستو والباتجيت والتارجيت اه كمان يعني انت الشركة اللي بتختار الطريقة اللي هتعمل بها الاعلان على حسب التكلفة اللي معاها والميزانية والجامعية المستدفى واستجابتنو الكلام ده كله. هل ان انت هتعمل اعلان شافها اهي? تمام? او ان انت اصلا تبدأ تكلم الناس كده ولا هتعمل اعلان اللي هتكلفه كل شركة بتختارها على حسب هي الميزان معها قد ايه هتدفع كام الكلام ده كله الناس اللي انا ترجطه من ناس ازاي. طيب. بخش لسؤال مهم او دي اللي هو من اهم الحاجات في الشابتر اصلا اللي هو بيقول لي يعني ايه هي العناصر او الادوات اللي انت بتستخدمها عشان تعمل اه اتصال او الاعلان ده كاتصال اول حاجة او المصدر عندي او المرسل بيقول لي من المصدر ازاي كامبني. المصدر عندي هي الشركة. الشركة اللي بيتم الاعلان عن هي الشركة هي المصدر بتاعي عشان انا بعمل اعلان عن المنتج بتاعها. تمام? وكمان انا ممكن تعتبر ان انت مثلا لما تجيب الشركة معروفة مثلا زي الشركة بيتيت اعمل اعلان ده شركة ومصدر موصوق والكلام ده كله. بقى بالنسبة لك. تمام؟ المصدر بتاعك بيكون وصوك. طيب تاني حاجة المسج. المسج تاني عنصر عندي بيقول لي ازاين اي ديا اا ان ترانس اا ترانسميتابول اا فروم يعني بيبدأ يقول لي ان الرسالة الفكرة في شكل قابل للارسال يعني انت عايز اوصل للناس ان مسلا الشركة دي شركة بيبس دي ده احسن منتج تمام? فبيعمل مسلا ان هاشتاج بيبسي شربه انت عطشام مش عارف ايه الكلام ده كله تمام بي فبيبدا يقول لك ان المسج دي لازم اختار الكلمات لتحمل اكثر من معنى في الرسالة عشان تبدأ توصل بالشكل صحيح لازم ان تبقى الرسالة مبسطة عشان الناس تفاهمها تمام? ما يعني عمرك ما شفت اعلام باللغة العربية الفاصحة عمرك ما شفت اعلام مسلا بيبقى في صعوبة في الكلمات لا ده بيختار الكلمات اللي بتبقى درجة في الشوارع ومع الناس عشان تقدر توصل الكلم بكله فبيبدا يقول لك ان يعني بيبدأ يقول لك ان انت تنشأ محتيات الرسالة في المصدر وفقا لظروف المحيط ازام بيقول لك ان انت عايز استعمل اعلان وياكل مع الناس ومش عارف ايه بتاع لاما بتختار او مكان او كلام ده كله او تصوير تمام بتراه معينة او ان انت مسلا بتجيب تقول كلام الناس بس تحفظه تمام طيب كمان بيبدأ يقول لك ان انت عندك شكل الرسالة برضو بتبدأ بشكلها بيبدأ يتحدد برضو ان انت بتشوف انت مين اللي هتوصله الرسالة او مين اللي انت بتكلمه ايه انت الناس اللي انت الظروف او الكوة اللي بتبدأ تقصر على الرسالة او الظروف او الكوة اللي بتبدأ تقصر على تصور رسالة تعالى لأ احنا عايزين نعمل رسالة مبسطة جدا توصل للناس بحيس ان الناس تبقى ان احنا بنقول ان الشركة دي رقم واحد في المجال بتاعها. طيب. عندي تاني حاجة تالت حاجة اللي هي الانكودنج اللي هي عندي اه فكة الترميز. تمام? او ان انت بتبقى في شفرة. فالشفرة دي ان انت بتبدأ تحط او فورم ازا كان يعني بيبدأ اقول لك ان الترميز دي عملية وضع رسالة في شكل يمكن ارسالها واستلامها وفهمها من قبل المتلقي من قبل تمام? يعني انت عايز ابعتها وان انت كمان تفهمها عايز اعمل او رسالة تكون سهل عشان الشخص اللي يبدأ يتعامل معي فالشركة بتبدأ تختار اللغة ورموز المتلقي بيتكلم بيها. يعني بتبدأ يقول لك ان انا بختار بختار مسلا اللغة الدرجة في الشارع تمام? ببدأ احط الهاشتاج زي ما قلت لك ان انا مسلا اعمل الهاشتاج واحطه في الشارع مش عارف ايه الكلام ده كله تمام? بيبدأ كمان يقول لي ان اللي هو بيبدأ يعمل الفكرة بيتمنى ان نفس الرسالة اللي هو في دماغه توصل لنفس الناس اللي بيتعملهم الاعلان. يعني انا مسلا فيه فكرة في دماغي فانا بتمنى ان الناس تفهمها تمام? انا جايب اشرحها بتمنى ان الناس تفهمها في الاعلان. تمام? تيجي مسلا تل ام بيعمل اللوجو بيرسموا اللوجو مش عارف ايه يقول لك? بس الناس بس تفهم اللوجو تفهم الكتاب مش عارف ايه كلام ده كل. بيبدأ يقول لك ان هو برضو لازم الورد لازم اختار زي ما قلت لك كلمات سهلة كلمات صح ما يبقاش لها كزا معنى الناس تفهمها على طول كمان بيبدأ يقول لي ان الطريقة دي اه بتبدأ تقلل الاخطاء اللي موجودة في عملية الاتصال لان الناس ببدأ ابسطها لك جدا 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 فانا مش محتاج غير ان انا ابسط لك الرسالة عشان تفهمها. تمام بيبدأ يقول لك ان يعني بيبدأ يقول لك ان المصدر دائما هو مانشي الرسالة ولكن ليسا دائما المشفر يعني. المصدر اللي بيليهمك فكرة الرسالة الراجل اللي بينشئها تمام? مش انا مش انا اللي افهم رسالة ليه ان انا ممكن مسلا اقول لواحد صاحب انت فهمت الاعلام بتاع مش عارف شركة ايه? يقول لي بطريقة تمام? وانا اقول له بطريقة ويبقى اصلا اللي هو اللي عامل المسج او اللي عامل الاعلان بيبقى وسط حاجة تانية تمام? طيب رابع حاجة اللي دي الطرق اللي انا بختار ازاي بيوصل بها الطريقة حتى بيقول لي ان شانل ازاي لينك بتوين زي سورس واندر اه اندزار سيفر زي مين باي ويتش ازاي مسج يعني هو القناة الاتصال دي هي قناة الربط بين المصدر والمستقبل يعني بين ان انت بين الشركة وما بين انا كواحد بيتفرج على الاعلان وهي الوسيلة اللي بيتم بقى رسالة. تمام? طيب. بيبدأ يقول لي ان هي يا حاكتين. اول حاجة دوت دوت دي يعني انا بختار الشخص اللي هيوصل الرسالة. مين اللي هيكلم ووصل الرسالة? مين الشخص اللي انا هجيبه يعمل لي الاعلان? انا عايز اجيب شخصية ومشهورة الناس تصدق في كلامها الناس تصدق ان فعلا لما هيجي يقول ان الشركة دي بتقدم احسن منتج او هي احسن حاجة يبقى الناس يصدقوا تمام? اجيب شخصية مرموقة اجيب شخصية معروف ابدأ بقى بص مسلا لو انا المنتج بتاع بيخطب شباية فممكن اجيب راجل مسلا او لعب كورة او ممثل. طب انا لو المنتج بتاع بيتكلم عن السيدات او الكلام ده كله ابدأ اجيبه ممثلة ابدأ اجيب مسلا واحدة معروفة مسلا بتاع بتقدم برامج الكلام ده كله. حلو? بابدأ اقول تاني حاجة عندي القناة السنوية فبابدأ يقول لي ان هي يعني بيبدأ يقول لي ان القناة السنوية دي دي اللي بتبدأ توصل الرسائل وتستخدم فيما تعلق بالقناة الاولية وبيبقى لها تأثير اكبر عن الملتقم القناة الاولية يعني مسلا انت جبت اعلان بتجيب مسلا فودافون عامل اعلان في رمضان دلوقتي جابه محمد الصلاح فانا اول حاجة عندي محمد صلاح ده لشخص اللي بتكلمنا على الاعلان تاني حاجة القناة بقى السنوية اللي هو عايز وصل لك ان اه بدافون كانت مسلا شبكة اينا كويسة في مصر وشبكة كويسة بره ومش عارف ايه ومعاك في كل مكان والكلام ده كله. طيب. بوصل لي اه خامس حاجة اللي هي الضوضاء فبيبدا يقول لي ان هي اكتف اه اه زي امام زات افكت اه زي اه 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 يعني بيبدا يقول لي ان الضوضاء دي اي نشاط او حالة ببيئة المصدر او المصدر او الملتقي تؤثر على الترميز واستقبال فيهم رسالة. يعني بيبدا يقول لك ان دي اللي بتحصل فيها اي مشكلة بتأثر علي ان انا افهم الرسالة. يعني انت مسلا دلوقتي بيبدا يقول لك ان اه بلينج التلفون راننج الموزيك رندا كله. انت مسلا الاعلان جيه تمام? فالاعلان دلوقتي او حد بعطت لك رسالة فانت عايز تفهم الرسالة بتاعت او حد بعطت لك مسلا ركور ده على الواتساف فانت عايز تسمعه. هو كده بيبعت لك رسالة فانا مسلا عايز اسمعها فمش عارف ليه مسلا اه التلفون جنب بيرن في حد بيلعب فيه صوت عالي فيه مش عارف ايه فبيبدأ ده يؤثر على فهم للرسالة. ابدأ انا مسلا اسمع ركور ده مرتين تلاتة على حد ما فهم هو كان عايز ايه او هو مسلا بيبعت لي اه كده هو انا كمستلم تبا هو كمصدر ممكن يبقى عنده دوضاء او مسلا ممكن يكون ماشي في شارع لكم اصلاوات مش عارف ايه كران ده قوله انا ببدا ان انا ما اسمعش او ما فهمش منه رسالة. كمان بيبدأ يقولك انها بتأثر الانواع من دوضاء دي بتأثر على الشخص اللي بيبدأ يرمز للرسالة وتأدي للرسالة الفعالية يعني بتبدأ ان انت نوز دي كان افكت زي انا مسامع رسالة فببدأ اعيدها مرة واتنين وثلاثة واربعة لحد ما ابدأ ان انا افهم الرسالة. طيب سالس حاجة الديكودنج الديكودنج اللي هو بقى ان هو بيفك التشفير. انا هنا بقى دي اه تمام هي عكس اه الترميز. تمام هنا انا بفهم الرسالة انا خلاص فهمت هو عايز ايه او فهمت هو بيكلمني ايه فببدأ يقول لي يعني خلاص بدي يحدث في نهاية الملتاك من القناة انا كده اه فهمت الركورد فهمت كل حاجة فهمت الفكرة من الاعلان اللي هو عايزه فهمت من كل كله بيقول لي الديكودنج دي بروسيز بيجمع ايه بيبدأ يقول لي ان تابدأ عمليت فك التشفير دي بمجرد ان يزبح المستقبل على العلم ب ей برسالة خلاص انا فهمت رسالة كده انا فكت التشفير بتاعها فبيبدا يقول لي برضو ان ان الملتاكي تمام ده بيبدأ ايعمل عمليه بابدا افهم الفكرة بابدا اشوف هم يحتاج مياه عشان ابدأ اعرف انا هياكون طبيعة رد علي عاملة ازاي تمابة وصل لسابع طول او سابع اللي انت عندي في ان انا بعمل الاعلان دوت اللي هو الريسيبر انا بقى انا بقى اللي معمول للاعلان فببقى يقول لي ان المسج مصبيه انكودينج ان ترميز اوف زه رسيفر يعني بيبدأ يقول لي يجب ترميز الرسالة من حيث المطلقي انا خلاص لازم انا فهمتش رسالة بقى انا مش هافهم هو محتاج من ايه ومش اعرف انا هرد عليه بايه بيبدأ يقول لي ان الانكودينج دوت بتبدأ زه من يوزنج لانجوج والسينج والسيمبول يعني بيبدأ يقول لك ان انت عشان اا ترميز الرسالة دوت من حيث المطلقي بيبدأ يستخدم نفس اللغة بيبدأ يستخدم نفس العلمية ترموز اللي بتشارك فيها هو والمصدر بيبقى لازمان السورس والريسيفر لازمان يستخدمه نفس الحاجة يعني مسلا انا وانت لازمان لو انا مسلا بكلمك على الورس Nice فانت ترد عليه اليها در مسلا تعال اعلان مسلا معمول فانا عايزة افهم الفكرة من عندك ايه فهمت الفكرة وعرفت او هشفر افوك تشفير الرسالة او افهم او او اتصالات او وي او بنية كله ومحتاج امن الاعلان اللي هي حاملة مسلا في اليومين دول في رمضان انا خلاص كده انا فاهم ومهمة محتاجين او محتاج يقولك ان مثلا لو انت مسلا اعلان وي لو انت شح انتي مش عارف كم مارة فش احنا Kurt ضرب في كم مرة. اه طب وضافون مش عارف لو انت عملت ايه فهي معك في كل مكان. تمام? وهكزا. ما بيبدأ يقول لي ان زي اقول لي والتيك بلس ان اه يعني لازم ان انا انا اه لازم نستخدم نفس الفكرة. لازم ان انو انت مسلا نستخدم نفس اللغة. لو انت مسلا لو انا بكلمك انجليش تمام? او انا بكلم واحد مسلا في دولة تانية وبتراسل معي. فمش ينفع بعطلو بالعربة وبعطلو بالانجليز وجعد انترجم. لا لازم تستخدم مسلا نفس الفكرة. تمام? يعني انت بتخطب ناس او بتعمل اعلان هنا في مصر مش تعملولهم بالانجليش تمام? تكده بتخطب فئة معينة لتبقى فاهم الاعلان لتتبع معك الاعلان الكلام ده وكله تمام? الا بقى لو انت هتبدأ تعمل لهم عملية الترانسلات بقى ان انت تبدأ تعمل عملية ترجمة على الاعلان وكده فاهم? كمان بيبدأ يقول لك ان يعني الثقافات المختلفة دي بتأثر برضو على الفهم الرسالة بتأثر على الفهم الرسالة لان انا وانت مش فاهمين حاجة انت بتكلم لي مسلا اا بنعمل لي رسالة مش عارف اا جايب لي مسلا اعلان جايب في حد بيتكلم انجليش فانا مش فاهم انت حتى حديد المصريين تمام لما جت جابك رساله حاول يكلم بالعربي تمام? او قعدنا من الطريق عليه ومش عارف اعلى طريق كلام دس هو لازم نتكلم بالعربي لازم الناس تفهمها مش هينفع يتكلمها بالبرتغالي او الاسبان اللي هو بيتكلمه تمام? تبام? اا اخر حاجة عندي بقى في العناصر اللي هي الفيدباك. الفيدباك ان انا ببدأ ااخد التخزير الراجعة ببدأ ان بيبدأ يقول لي ان التعليقات دي او الفيدباك دي بتشير لي اا الهاي دي ازاد اا ازا بينج رسيفر اند استعمل اه تويتش اه اه بيبدأ يقول لي اتشير التعليقات الى الفكرة اللي اتشير اه ما ازا كان يتم طلاق رسالة او او لا او درجة فهمها. بص. دلوقتي مسلا ويه عملت اعلان وده فونا عملت اعلان الكلام ده كله. هو مستني منك ايه? اه مستني ان انا عملت اعلان في رمضان. تمام? الاعلان ده انا بنزله من اول يوم رمضان. وهيبدل مكمل مسلا لحد اخر رمضان. ماشي. بعد كده يبدأ مسلا ننشال من على التلفزيون والكلام ده كله. انا مستني بقى في الفترة بتاعة الشهر بتاعة رمضان ده او الشهر مسلا دوت. هل المبعات هتزيد? طب بعد ما طب مبعاتي مسلا كانت الاول كام? وبعد ما انا نزلت الاعلان هيبقى كام? دي التخزير الراجعة دي كده اه انا فهمت كده. لو المبعات زادت وزادت بنسبة كويسة او مش هفق اوه يبقى الناس فهمت العرض اللي انا كنت عامله. تمام? طب الناس مسلا لو لا النسبة المبعات ما زادتش او زادت بنسبة بسطة جدا. فبالتالي انت كده اه لا ده انت كده كان عندك مشكلة او الناس ما فهمتش الرسيلة فانت كده فهمت الفيدباك. تمام? فبيبدأ يقول لك ان انت كمان اصلا الحصول على التعليقات ده بيمثل مشكلة. ليه بيمثل مشكلة? لان بيبدأ يقول لك ان الفيدباك ده is a problem because زير is a no direct to connect between source and receiver يعني مفيش وصيلة التصوير مباشرة ما بين شركة بيتفون مسلا وما بيني غير ان هي مسلا تخلي خدمة العملاء تتكلم تقول لك اه افهم انت فهمت الاعلان او مسلا او ان هو اصلا تلقيه بيعرض لك العرض تاني بيقول لك بقى وبيفاهم لك العرض مرة واتنين وتلاتة كده ببساطة فاهمني? فكمان بيبدأ يقول لك ان الفيدباك لازم ان انا اخدها من اساليب غير مباشرة زي ايه الاندريكت ميسود اللي بابدأ اخدها مسلا marketing search انزلها اعمل survey مسلا اقول youtube survey او الاتتيود اه status يعني ابدأ مسلا ان انا ادرس المواقف اشوف الناس اشوف انا اللي هي بقى اللي باقى اللي بقول لك عالي يدرس المواقف يشوف المبعاعات بتاعته زادت ولا لا يعمل marketing search يبدأ ينزل اسأل ناس على المنتج ان هو يبقى يبدأ يشوف في رأي كل الناس حاولين الاعلان لانت فهمت الاعلان تفهمت طب هتشتري معانا العرض الجديد ولا لا تمام? بيبدأ اسأل نفسي سؤال السؤال ده اسأله برضو في مادة تمام اللي هتنزل خلال اليومين التلاتة بالكتر قوي بيبدأ يقول لي ايه هي انواع الاتصال فبيبدأ يقول له انت في كزا نوع من انواع الاتصال في مسلا اول حاجة ده بيحصل ما بين مسلا شخص او اتنين او اكتر تمام بيبقى بيبدأ يقول لي ان انت مسلا بتتكلم مع الناس حلو انت وصاحبك ده كده ما بينك وبينك تصول انت مسلا الجروب اللي انت بتشتغل معي او صحابك ده كده تصول كمان في برضو ازهر طيبقوا في كومونكيشن هندرسها كلها في مادة كومونكيشن الفورمال والنفورمال والابورد والداون وورد والفاريابل والنفاريابل والبادي لانجوج والكلام ده كل الورجنيزيشن الكمونكيشن كل الكلام ده هتدرسه حتى انا مش واغدين عنه في المادة دي او في الشابتر دول غير حاجة بسيطة اللي هو بيعرفك الانواع اللي انت كده كده هتدرسه طيب ايه هي الخطوات اللي انا ممكن اخدها عشان اخلي الاتصال ما بينه بين الشخص او ما بينه ما بين الناس اللي انا عايزة التعامل معاهم يبقى فعال يعني دلوقتي ايه الخطوات اللي اتخدها مسلا شركة زي شركة فيتفون قوي او او تصرات عشان تخلي اه الاعلام بتاعها يوصل للناس اول حاجة ان هو يعمل ان انا عايز اعرف انه فيه اللي انا هعمل له تارجت انا بتارجت مين بتارجت او الناس اللي معاهم خطوط فوضافون او الناس اللي عايزين يشتروا خطوط جديدة دي اول حاجة تانية حاجة لازم انا احدد الهدف بتاعي من الاتصاد او من ان انا اعمل اعلان الهدف بتاعي ان انا اعمل اعلان ازود الارباح بتاعتي وازود اه السلز بتاعي تمام او يبقى انا هو ده هدفي بقى انا لازم اللعب على حتة ان دول بقى انا اجيب مسلا شخصين مرموكة مش عارف ايه كنا من دخلو ده زي تمام ان انا سمم رسالة بشكل يكنع الجمهور وبشكل الناس تبدأ تفهموه يعني انا اجيب مسلا زي صلاح عمر دياب مش عارف ايه بقى الاغنية كلها كالت مع الناس اللي ومن دول الكلام ده كله كل الناس نزيتها ستوري اه يبقى هو كده انا كده عملت اللي انا عايزه ان انا جبت ميسج وجبت اتنين مشورين يعملولي الاعلان الناس فهمت الرسالة بتاعتي طيب رابع حاجة برضو اختار وصيلة اتصال المناسبة على حسب المنتج بمعنى انا دلوقتي مسلا هتكلم عل شركة تمام اه الاعلان متع شركة يا بقى انا احط الاعلان ده على كل الفيديوهات بتاعة اليوتيوب على مسلا كل الفيديوهات ان انا بقى امول لو كل مسلا الناس اللي هتنازل الفيديوهات على فيسبوك الحلقات مسلا الاعلان يجي من مسلا في الحلقة متاع مسلا نجيب اشهر موصلين يشوفهم من مممثلة سعلقة مع بعض وعملوا مسلسل او هتلى الاعلان ما بينهم لان ده هيكون فيه ناس هتتبعه كتير فانا عايز اوصل لها على عدد من الناس زول. خامس حاجة استبلش البدجيت لازم انا شوف البدجيت بتاعي. الميزانية اللي اصرفها على الاعلان. هي هل مسلا شركة زي الشركة دلافون. حد يعرف يا دفعك كان في الاعلان ان هي تجيب صلاح والاسرة بتاعته وتجيب مسلا عمري ديها وتجيب مش عارف مين والقام منظر اللي وراهم هتلاقي الاعلان ده مكلف رقم في السماء. هي لو محياش او انا البدجيت بتاع الشركة بتاعي كلها مليون جنيه. لأ هجيب اعلان انا ممكن اطلع من الاعلان ممول على الفيسبوك ورايه احد ماغي تمام. طيب برضو دي سايد او ان ميديا ميكس. يبدأ يقول لي ان انا ان انا اتخذ كاربا شأن مزيج له صاعد. انا زي ما بقول لك اشوف انا هنزل الاعلان بتاعي فين. ما انا لو مسلا هنزله في الراديو فهدفع تكلفة مسلا مليون جنيه او هنزلها لقنوات التلفزيزيون مسلا. او ده انا هدفع في التلاتين سانية مليون جنيه. شوف بها انت هتعمله فهدفع مرة. اه طب هتنزله على بتاعتنا بتاع تلفزيزيوك. بنا هدفع اعلان ممول على هيتبقى بكزا تمام. طيب برضو سابع حاجة. ان انا هابدأ اقيم النتائج. تعال يا عم انا دافع دلوقتي في الاعلان ده عشر مليون جنيه. حلو كان غرضي ان انا قلت لك تحديد الاهداف. في تاني هدف ان انا زود المباعات وزود الارباح. هل المباعات والارباح زادت لا? ده احنا لسه عند احدين اه لا ده زادوا. يبقى انا عايز اعرف انا زدت ولا ما زدتش. اه اخر حاجة والتامن حاجة اللي هي ان انا ادارة الاتصالات سؤال متكاملة ان انا اعمل اعلان واشوف بقى الناس بتاع عندي وان انا انزل بقى اعمل سيرفيي وان انا اعمل والكلام ده كله. وابدأ اشوف هل الاعلان كان مع الناس? الناس عارفت الاعلان? الناس عارفت المنتج بتاعي? ولا لا? تمام? طبعا كلنا عارفين ان الهدف من الاتصال ان انا اوصل المسيج مش عارف ايه. اهم حاجة عندي هنا بقى وانفورمال كوميونكيشن. دولهم يعني اللي اتكلمنا عنهم في الشابتر دا وتذكرناهم في حت صغيرة جدا. اللي هو الاتصال الرسمي بقول لي ده بيحدوس في المنظمة. بيبقى في الارجنيزيشن بيقول لي يعني الاتصال الرسمي ده بيبدأ ان انا نكون افكيا او عمودين كما انه في شكل تعليمات يعني بيبقى في اله بيبقى ده او او تمام يعني بيبدأ يقول لي ان انت ده الاتصال الرسمي ما بين مسلا المدير ونايب المدير اا مدير القطاع مدير مش عارف ايه مدير ايه مدير تسويق مدير انتاج الكلام ده بيقول له كل الكلام ده بيبقى اتصال رسمي. بيبقى بيبقى في جواب بيبقى في شكل طلب بيبقى في شكل مش عارف ايه ايه كلام ده كله تمام بيبدأ يقول لي ان انا عندي في الاتصال الرسمي ده ويمكن هو يمر الاسفل ووصل للمستويات المختلفة اللي هو الاتصال اللي هو الو بوتي ان انا باجي دلوقتي التعلمات دي بتيجي يقول لك ايه التعلمات دي جاية للعمال مسلا من رئيس الكتابة لا دي جاية من مدير الانتاج لا دي جاية من المدير بتاع الشركة او المنظمة بتاعتنا تمام? بيبدأ يقول لك برضو ان انت فيه ممكن يبقى فيه اللي هو بقى ان انا اطلع الاتصال ده احنا كعمال عايزين مسلا نوصل مطالبنا لمدير الكطاع بتاعنا. طب فمدير الكطاع يوصل لمطالب مسلا لرئيس مجلس الادارة. طب رئيس مجلس الادارة ووصله مش عارف ايه. ممكن ان هو يطلع. كمان بيبدأ يقول لك ان الفيدباك بتبدأ ممكن يعني بيبدأ يقول لك ان التغزية الراجعة دي بتتناو بتبدأ تمتد من مستويات الدونية ولمستويات اعلى في التنظيم يعني بيبدأ يقول لك ان انت. انا هنا باخد مسلا العمل. انتجه ميت الف يونيت في الاسجوع ده. فانا كمسلا رئيس عمال بقول لي آآ بطلع القرار بتاعه وبطلع البيانائة اللي عندي دي او الادطة اللي عندي لي مسلا رئيس مجلس الادارة بطلع الرئيس مجلس الادارة بيتطلع لمدير المنظمة ولشركة بتاعتي بيبدأ يقول له والله احنا مسلا انتاجنا متى الف واحدة زي ما كنا عايزين خلال اسبوع فالناس عملت للا عليها. ده بيبدأ يقول لي يعني ده بقى بيبدأ ان هو تجري في اماكن مزير رسمية. فاماكن مزيرة رسمية اللي هو بيبقى تمام? بيبقى خارج المنظمة. بقى بقى ممكن بيبدأ يقول لك ان هو ممكن نحصل ما بين الاصحاب ما بين الاعلم ما بين الكلام ده كله تمام? فبيبدأ يقول لك ان انت لو تصل غير رسمي. يبدأ يعمل شائعات. يبدأ يعمل شائعات ليه? يعني مسلا تعال احنا خارج المنظمة ما فيش كرار جالنا من مسلا ابدأ انا واحد صاحبي شغالين في مكان اقول له ايه? ده احنا في زيادة جاية بعد العيد يا عم. زادت ده ده في الف جنين جاي زيادة مكافئة العيد مسلا. او وعدية. حلو? فيبدأ اه صاحبي ده راح الا الواحد تاني الا الواحد تاني. بقى احنا مسلا عشرة شغالين في مكان احنا العشرة عارفنا او احنا العشرة طلعنا اشاع ان فيه زيادة هتطلع تمام? فده كده اتصال غير الرسم اللي اتصال الرسم بقى امتى او 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 لما تنزل لنا ورقة او يجي المدير يقول لنا يا جماعة ان شاء الله يوم كزا في زيادة مسلا الف جنيه في مش عارف ايه ايه الكلام لكله. الحمد لله كده شابتر فور خلص شابتر فور صغير وشابتر فايف صغير. هو بس احنا كان عندنا المشكلة في المادة دي في شابتر وان وطو كانو كبار بالزادة فان شاء الله يعني الدكتور قالت ان احنا مش مطالبين غير بالحاجات اللي هي حادثتها بس حصل موقف قبل كده. في التيرمن اللي فات مع الكاوتنج انها قالت كده وكانت لغية حاجات وجابت من الحاجات اللي لغيتها فاحنا هنبتر نشرح الشابتر كله وربنا يسطرها علينا بقى وعليكم. بالتوفيق ان شاء الله.